أجاز مجلس الأمن الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخذ كل الإجراءات اللازمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم الجهادي ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميطاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة إلا أنه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق القرار الذي تبنيناه يعترف بالتهديد للسثنائي الذي يمثله داعش ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باشتثاث داعش من ملاذه في سوريا والعراق إنما أيضا بالتصدي لعقدته المتشددة وفي قراره اعتبر المجلس أن تنظيم الدولة الإسلامية يمثل تهديدا عالميا وغير مسبوك للسلام والأمن الدوليين مؤكدا تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل قد اشتركوا بنux Slack اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة